بردنا بحايتنا تعبان المادية لا تمتلك أم علي ذات الأربعين عاما من سكنة مدينة الفلوجة جوابا لمعاناتها سوى الدموع بعد فقدها لزوجها الذي غادر الحياة إثر إصابته بمرض عضال تاركا إياها مع أولادها تصارع ظروف الحياة القاسية أنا لو قدمت لنا الحكومة ودعم كان شالتنا من هذا المكان أطالب بيت إلي وطالب راتب الأطفال وإلي وطالب بحق إلي والأطفال أريد له بيت له إلي والأطفال وتصارع أكثر من مليون ونصف المليون امرأة عراقية من أجل البقاء بعد فقدهن أزواجهن نتيجة الحروب والنزاعات التي شهدتها البلاد على مدى عقود ماضية وتؤكد لجنة العمل النيابية أن برامج التمكين للطبقات الهشة والفقيرة تم تضمينها في الموازنة العامة تتضمن فقرة خاصة لمساعدة الأرامل والأيتام من خلال شبكة الرعاية الاجتماعية من خلال الدور الرقابي الموجود لدينا في مجلس النواب حقيقة نعمل على الكثير من القوانين التي تشمل المرأة في عملية تمكينها وخاصة الأرامل وهناك برامج خاصة للأرامل والأيتام فيما يخص هذا العمل إضافة إلى أولوية عملية الشمول في راتب لعانة الاجتماعية وعملنا على ذلك وما زلنا مستمرين ونعمل إن شاء الله مستقبلا وفق برامج مخططة من خلال كما كنا نعمل مع بعض المنظمات الدولية ولعبت بعض منظمات المجتمع المدني دورا في دعم شريحة النساء الفاقدات للأزواج رغم محدودية الدعم في وقت سعت فيه منظمات أخرى إلى فتح مشاريع صغيرة حققت نتائج إيجابية في مجال رفع مستوى المعيشة لتلك النساء في اليوم العالمي للأرامل والذي يصادف في الثالث والعشرين من حزيران يونيو من كل عام تكثف الأمم المتحدة من جهودها لمتابعة المشاكل التي تؤثر على الأرامل في العالم خاصة المسنات وحاجتهن للرعاية الصحية فضلا عن حماية حقوقهن وتعزيزها اجتماعيا أحمد الحسناوي الحرة بابن